الأهلي ما كانش هو الأهلي هل لو تخياننا دلوقتي أن يعني طبعا لسه ما فيش تساق أنا مع حضرتك لكن لسه طبعا مسماني لسه ما صرحش وأنا لا أتحمل إطلاقا على المدير الفني ولكن هو يتحمل جزء من المسئولية ولكن هنفترض ويكاد يكون ده الأقرب اللي هيحصل أنه هيطلع في المؤتمر الصعفي يقول أنا عملت العالية والجهاز الفني عمل عليه ولكن وجهنا تحديات كتير جدا من حكم المباراة من طريقة إخراج المباراة النهائية من أمور كتير من إصابات هل أي شماعات هيطلقها مسماني مقبولة؟ هو يعني أنا طبعا انت عرفني أنا بحترم رأيك جدا جدا وأنا ما بحبش برضو موضوع الشماعات ده تمام؟ لكن الأهلي لعب اللقاء مش في ظروف عادلة خلينا نقول بقى يعني بعيدا عن أننا مصريين وبعيدا عن أننا في قناة مصرية ولكن اسمح لي وحضرتك طبعا رأيك فوق راسي وأنا كذلك بقضى الرأي حضرتك جدا ولكن في النهاية هم 11 قدام 11 يعني الإحصاءات النادي الأهلي 14 تزديدة منهم تزديدين بين التلات خشبات وده ده مش أداء النادي أنا قلت لك أول تزديدة كريفة لا مهور ولا مهور نهائية هم 11 قدام 11 طبعا فضلك تمام وأنا باتفق معك تماما وإحنا عشان كده قلنا في البداية إن الأهلي مش هو الأهلي وإن الأهلي دخل اللقاء متأخرا والأهلي اللي عودنا دايما في كل لقاءاته محليا إفريقيا عالميا إنه هو دايما بيكون هو الفعل الأهلي لم يكن الفعل الأهلي اكتفى بدور رد الفعل وعندما حاول اللحاق بالمباراة جاء في وقت متأخر لكن خلينا أقول خلينا أقول علشان أبقى منصف وعلشان يبقى إن إحنا بنتكلم فيه الأهلي لعب على أرضية المنافس في مباراة نهائية الأهلي الجماهير إنت حضرتك شفت جماهير الودات كانت بتملأ أستاذ مركب محمد الخامس هذه الأجواء ليست عادلة صحيح التحكيم كان عادل من بكتور جوميز وإحنا قلنا إنه هو من أحسن حكام القراء إن لم يكن هو الأفضل لكن الحضور الجماهيري المكسر وحرمان النادي الأهلي على الأقل من نصف عدد التذاكر حتى لما تكلموا عن عشر تلاف تذكرة الأهلي لم يحصل سواء على 2500 تذكرة هل هذه عوامل؟ نعم عوامل عوامل لكن هل هذه العوامل هي دي اللي دفعت إن إحنا نتفرج على الأهلي بالشكل لا؟ أكيد لا لا طبعا مش هو ده الأهلي ولا هو ده اللي إحنا كنا منتظرينه لكن الاتحاد الإفريقي كان مصمم احتفالية نجحت بامتياز والأهلي كان مدعو ليكي يشارك في الاحتفالية احتفالية تتويج الودات دي وجهة نظري لكن الوداد استحق المكسب داخل الميدان وسجل هدفين وهو من حقه أنه يحتفل وسط جماهيره باللقب التالي هو فازل أحق بكل تأكيد يعني وحظ أوفر بإذن الله للنادي الأهلي وكورة القادمة المصرية في قادم البطرات بشكرا جزيلاً كابتن أيمان الكاشف على وجود حضرتك معنا وأكيد يعني حضرتك يعني أجملت يعني أمور كتير بالنسبة لصدر المشاهدين اللي ما افترجوش على المباراة